كابتن عمر مساء الخير مساء النور البنوبي بالزبط كل مرة بنطلخبط فيها في عشر مشكلة يعني من حق يطلخبط نستخبط في اسمي أنا شخصية لا تبراحتك أستاذ شافك عمر انت كنت متوقع الأزمة اللي يعني انت بادئ الكتاب أزمة الكرة المصرية يعني انت كنت متوقع يعني هذه الأزمة كنت متوقعها لكن ما كنتش هتمناها يعني الكتاب طبعا خلصك بدري قبل أمم أفروكيا بكتير وأعلن عنه قبلها لكن اللي يقرأ تاريخ الكرة المصرية وتاريخ اتحاد الكرة المصري تحديدا اللي هو موضوع الكتاب يكتشف ان احنا بنلف في نفس الدايرة من 100 سنة الموضوعات اللي انت عاملها كلها هي نفس اللي احنا فيه تنطبق على اللي احنا فيه طب ايه اللي بيحصل ما تقولي الأزمة يعني الأزمة تكررت كتير قوي فإذا عمرنا محلنا حاجة ولا ايه كسفت من نفسنا دلوقتي لا هي احنا لازم نواجه نفسنا دايما ونقرأ تاريخنا كويس التاريخ الإداري لكرة القدم المصرية يمكن انتحاد الكرة المصري تأسس سنة 21 يعني عمره أكتر من 100 سنة وبالتالي كان لازم قبل ما ناخد قرارات في الاتحاد الكرة في الخمس ست سنين اللي فاتوا مثلا أو في العشر سنين الأخيرة تحديدا من بعد 2010 آخر بطولة أفريقية أخدناها إن احنا نبص على التاريخ ونقرأها كويس ونشوف القرارات اللي أخدها اتحاد الكرة المصري في المواقف المشابهة ونعكسها على المستوى الفني للكرة ايه لأنه الكرة مش بس المواهب لأنه مصر ما عندهاش مشكلة في المواهب أبدا لما تبتدي تقرأ التاريخ إحنا خرجنا أول موهبة احترفت في إنجلترا من سنة 1911 برضو من أكتر من 100 سنة حسين حجازي وحسين حجازي اتعمل عنه كتاب عن حسين حجازي في إنجلترا فإنه يتكتب كتاب عن لعيب مصري من أكتر من 100 سنة كان في إنجلترا فده معناه أن الموهبة كانت طغية جدا وبالتالي مصر الشعب الكبير ده والأمة العريقة في كرة القدم تستحق أفضل من كده تستحق أفضل من كده وما عندهاش أزمة في المواهب إحنا عمرنا كبلد ما كان عندنا أزمة في المواهب في أي مجال مش بس كرة عندنا أزمة في الإدارة عندنا أزمة في إدارة المواهب دي وإزاي نطورها عشان نستفيد منها ويحصل نوع من الاستدامة إحنا دايما بنتكلم بمصطلح الاستدامة ده في آخر 15 سنة في كل المجالات طب الاستدامة في الكرة مش موجودة ليه تقرأ التاريخ تكتشف إن إحنا الأزمة بدأت عندنا من الأول في التعامل مع النتائج إن إحنا ما بنبصش للتطور الفني اللي عندنا وتنمية المواهب لكن بنبص للنتائج لو خسرنا مباراة نحس إن الدنيا تهدت هي الدنيا ما تهدتش صح لو كسبنا بطولة بنحس إن إحنا خلاص لا ننسى كل حاجة ممكن يكون كسبنا بس ما إحناش كويسين بالزبط ممكن تكسب مباراة تنسى كل مشاكلك أي وأنت خلاص أنا كسبت مطش ودايما ده مبدأ الأعضاء مجل صدرات اتحاد الكرة على اختلاف المجالس في آخر خمسين سنة على الأقل يقولك المكسب بيجيب مكسب والناس هتنسى وبالتالي اكسب والدنيا هتمشي فده مش مبدأ يعمل استدامة في تطور كرة القدم المصرية الكرة إيه؟ الكرة الموهبة اللعيب من هو صغير حد ما بيكبر إدارة للموهبة دي مدرب مؤهل يطور اللاعب ده وينمي موهبته والمشاركة في المنافسات والدعم الجماهيري مع الدعم الإداري ده ده الكرة باختصار يعني بالزبط أنا عايزة أمشي معاك من خلال الكتاب حتى كمان الناس تستفيد خليني كده يعني مثلا أسألك أنت هنا كتب برضو ما بين التأسيس وذاكر يعني حسين حجازي والثورة وكرة القدم ولكن جيت مثلا عند الفصل السادس وقلت عهد جديد نحو إفريقيا وأوروبا الشرقية دي كانت أول البداية وإحنا رايحين لأفريقيا دي كانت بداية أنه اتحاد الكرة المصري وكوادره هم اللي أسسوا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أفريقيا ما كانش عندها صوت على المستوى العالمي مصر هو أول يعني اتحاد الكرة المصري أول اتحاد أفريقي وعربي ينال عضوية الفيفا من 100 سنة يعني النهاردة 101 سنة احنا أعضاء في الفيفا من 101 سنة من سنة 23 من 101 سنة من سنة 1923 والاتحاد المصري لكرة القدم نال عضوية الفيفا وبالتالي في الوقت احنا زي مين في الوقت مفيش حد زينا احنا كان وقتها مثلا أسبانيا مقاوية المنتخب الأسباني هي هي مقاوية المنتخب المصري المصري بتلعب كورة رسمي دوري الأسباني المنتخب الريال والبارسة المنتخب يعني احنا احنا لعبنا أول مرة منتخب مصري يظهر على السحة العالمية بشكل فعلي كان في دورة أنتورب الأولمبية سنة 1920 في نفس السنة كان الاتحاد الأسباني 1920 والاتحاد الأسباني كان في نفس الوقت في نفس الوقت مقاوية الاتحاد الأسباني فبالتالي مقاوية المنتخب الأسباني فبالتالي احنا منتخبنا بيلعب كورة من فترة بس تشوف أسبانيا فين وإحنا فين يعني مش بالضرورة نبقى زيها بس نبقى يعني قريبين بالضبط على فكرة هو ده موضوع الكتاب إن إحنا بدأنا من زمان قوي طب إحنا ليه ما وصلناش لللي الناس وصلت له اللي بدأوا معنا مشكلتنا كانت فيه إلا حصل لنا مشكلتنا إن إحنا ابتدينا تأسيس مرحلة التمصير الأول لأنه كان وقتها فيه احتلال إنجليزي طبعا المصريين وطنيين وعايزين يديروا شؤون الكرة المصرية بنفسهم فاتأسس الاتحاد المصري لكرة القدم سنة 21 وبقى هو اللي بيدير الكرة في مصر يعني بعدها بسنة على طول بالضبط بعد تأسيس أول منتخب ومشاركته